اهلا بكم يواصل صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء زيارته على رأس وفد رفيع المستوى الى الولايات المتحدة الامريكية لاجراء محادثات مع المسؤولين الامريكيين تتناول تعزيز جوانب الاهتمام المشترك بين البلدين وتكتسب الزيارة الى واشنطن اهمية بالغة نظرا لما تمر به المنطقة من ظروف وسعيا لتعزيز العلاقات السياسية والامنية والعسكرية والاقتصادية مع الجانب الامريكي اهمية زيارة سمو ولي العهد الى واشنطن واهم الملفات التي تم التباحث بشأنها مع الجانب الامريكي ستكون محور حوارنا لهذا اليوم ابقوا معنا زيارة سواء بالأمريكي بالأمريكي المترجم للقناة والمترجم للقناة بهذه الكلمات وصف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى العلاقات البحرينية الأمريكية وذلك خلال رقاء جلالته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض في مايو الماضي واليوم تشكل الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الأزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية تشكل نقطة مفصيلية وجوهرية في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والممتدة عبر عقود طويلة من الزمن زيارة سمو ولي العهد تؤكد من جديد على عمق الروابط بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والدفاعية خصوصا بعد تبني الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب سياسات أكثر واقعية تجاه البحرين وتفهما لمشاهدته المملكة من أحداث ومحاولات استهداف على مدى السنوات الماضية زيارة سمو ولي العهد إلى واشنطن والملفات التي تم مناقشتها مع الجانب الأمريكي ستكون نقطة انطلاق جديدة في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وستؤسس لمرحلة مستقبلية هامة تقوم على تعزيز المصالح المشتركة ورفع مستويات التعاون في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية رسائل عدة حملتها زيارة سمو ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أهمها التأكيد على دور البحرين المركزي والمحوري في تأمين أمن واستقرار المنطقة تجاه التهديدات التي تواجهها والمتمثلة بالإرهاب والتطرف إلى جانب ما تلعبه البحرين كبوابة اقتصادية هامة إلى دول المنطقة زيارة سمو ولي العهد إلى واشنطن تكتسب بعدا آخر يتمثل في أنها ستنقل إلى الإدارة الأمريكية وجهة النظر الخليجية والعربية بشكل عام وتطلعات دول المنطقة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتعاون في القضاء على بؤر الإرهاب والتطرف وإرساء الأمن والاستقرار في العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم الجديد ويسرني أن أرحب بضيفي في الاستيديو ساعدة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة وساعدة وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة السيد نادر المؤيد بداية يعني شيخ عبدالله يعني اسمح لي أن أبدأ معك يعني لو تعطينا لمحة مع هذه الزيارة التي يقوم بها حاليا سمو أمير سلمان بن حمد إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما هي الأفق المشتركة أو الأفق الواسعة التي ستندرج عفا من تحت هذه الزيارة تأتي زيارة تصعب السمو الملكي لم يرسمه بن حمد الخليفة ولي العهد نابل قهد العلاء نابل أولي رئيس من سوزراء إلى الولايات المتحدة كزيارة استراتيجية بالدرجة الأولى وذلك إذا ما نظرنا إلى ثلاثة عوامل أساسية أولا شخصية الزائر وهو سمو ولي العهد لما يحظى به من مكانة رفيعة والتقدير بالغ ومصداقية عالية لدى جميع وسائل ودوائر سنع القرار الأمريكية ثانيا إذا ما نظرنا إلى طبيعة الملفات التي تطرح على مائدة البحث والنقاش مع أركان الإدارة الأمريكية وعلى رأسهم فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثالثا توقيت الزيارة تأتي هذه الزيارة في وقت تمر فيه منطقة الشرق الأوسط بتحولات دقيقة تفرض معها أن يتم تبادل وجهات النظر في شتى مجالات المصالح المشتركة وعلى رأسها خطر الإرهاب سواء كان من جانب جماعة التي تمارسه أو من خلال الدول التي ترعاه وتدعمها نعم طيب يعني كما ذكرت أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة خصوصا في هذا التوقيت ما هي الملفات التي سيتم تبحث من خلال هذه الزيارة بين الطرفين إذا ما نظرنا إلى الجدول للأعمال بصورة سريعة سنجد بأن هناك لقاءات رفيعة المستوى مع فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نائب الرئيس الأمريكي مع وزير الخارجي تلوسن مع وزير الدفاع ماتس مع رئيس مجلس النواب بور راين مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي بالإضافة إلى سموه اهتمام بتطوير الجانب الاقتصادي سيتفضل بساميلي أستاذ ناظر راحقا ولكن من خلال إقامة فعالية خاصة بين قرفة التجارة الأمريكية ومجلس التنمية الاقتصادية كما يولي سموه اهتماما بأبناء البحرينيين الدارسين في الولايات المتحدة من خلال إقامة فعالية خاصة أقامتها سفارة مملكة البحرين في واشنطن خصصة لطلب البحرين دارسين هناك هذه الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الدفاعية والاقتصادية التي بلا شك ستعزز هذه الشراكة الاستراتيجية الممتدة عبر العقود نعم سيد نادر سأنتقل وإياك إلى المحور الاقتصادي الذي أشار إليه سعد وكيل وزارة الخارجية لطالما كان الاقتصاد دائما الخط الرابط ما بين الدول بعضها ببعض وهناك دائما اتفاقيات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين هل تطلعنا على القليل من هذه الاتفاقيات ما بين البلدين؟ شكرا يعني هو بدون شك أن الجانب الاقتصادي جانب مهم يتحرك عليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بالدفع بالقطاعات الاقتصادية المختلفة هناك اتفاقية ابتدت بعام 2006 اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية السوق الأكبر عالميا السوق المتنوع طبيعي الاتفاقية مع السنوات اللي مرت فيها أدت إلى زيارة في حجم صادرات المملكة البحرين للولايات المتحدة الأمريكية من 250 مليون دولار في عام 2006 إلى 850 مليون دولار في عام 2016 معدل التجارة البينية زاد وهذه البادرة هذه الزيارة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد إلى الولايات المتحدة تدعو القطاع التجاري والقطاعات الاقتصادية المختلفة إلى الأخذ بالفرصة المتوافرة حاليا ودائما بوجود هذه الاتفاقية لزيادة معدلات تبادل التجاري بين أملكات البحرين والولايات المتحدة الأمريكية يعني اسمح لي أن أسألك هذا السؤال إذن هناك أكيد على جدول إعمال اتفاقيات أو ما يشبه المبادرات أو المهام الخاصة ما بين الإدارتين لتوقيع عدد من اتفاقيات أو بحث عدد من الملفات الاقتصادية هل لك أن تشير لنا إلى بعض هذه الملفات يعني هناك عدد من الاتفاقيات التي ستوقع خلال زيارة صاحب السمو الملكي منها اتفاقية بخصوص تطوير الخط الخامس لألبا واللي بيأدي إلى أن مصهر ألمنيوم البحرين ألبا يكون واحد من أكبر المصاهر في العالم هناك مشروع لتطوير مصفات البحرين واللي بيأدي إلى أن القطاع النفطي يكون أكثر مجزي وواعد في مملكات البحرين هناك اتفاقية رح توقع كذلك مع إدارة المؤسسات الصغيرة ومتوسطة للدافع بالقطاع المؤسسات الصغيرة ومتوسطة في البحرين وذلك من خلال أخذ التجربة الأمريكية وهي التجربة الأشمل في العالم إذا كنا نقدر نقول وتطوير القطاع المؤسسات الصغيرة ومتوسطة وهناك كذلك بعض التعديل على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال الزيارة سيتم توقيع اتفاق البروتكول المعدل الثالث لاتفاقية التجارة الحرة مع المملكة الأربية مع الولايات المتحدة الأمريكية نعم طيب شيخ عبد الله اسمح لي أن أشير معك إلى هذه النقطة عندما تحدثت عن فكرة مكافحة الإرهاب لطالما كانت مملكة البحرين من أحد الدعاء لمكافحة الإرهاب كما أنها مشتركة مع الكثير من التحالفات العربية والدولية في مكافحة الإرهاب كيف لمملكة البحرين أن تنقل هذا الصوت العربي للولايات المتحدة الأمريكية وكيف لنا أن يكون بيننا أي مبادرات أو أي اتفاقات من هذا النوع إذا تسمحي لأخي سمر أود أن أضيف اتفاقيتين مهمتين نعم تفضل تم التوقيع عليهم أيضا خلال هذه الزيارة الهامة الاتفاقية الأولى هي اتفاقية الدفاع المشترك موقع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة والاتفاقية الثانية هي صفقة شراء طائرات الـ F-16 التي تم الإعلان عنها خلال معرض مؤتمر البحرين الدولي للدفاع الذي عقد برعاية سامية في أكتوبر الماضي وهناك مغزى لذلك هل مننا أن نعلم هذا المغزى؟ المغزى أنه المصالح المشتركة تدعم علاقات الصداقة القائمة والممتدة عبر السنين وما هذه الزيارة إلا تعزيز وترسيخ لهذه الشراكة الاستراتيجية مملكة البحرين هي شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة عبر العقود وقد أثبتت ذلك مملكة البحرين تسير بخطة ثابتة وواثقة مع الدول الداعية لمحاربة الترهاب في مكافحة الترهاب وفي صد التدخلات في الشؤون الداخلية وزعزات أمن الستقرار والمنطقة مملكة البحرين تعمل مع الدول الشقيقة والدول الصديقة والحليفة مثل الولايات المتحدة الأمريكية في إرساء دعاء الاستقرار والمنطقة في أربعينيات القرن الماضي رحبت مملكة البحرين بتوفير تسهيلات الملاحية البحرية للأسطور الخامس الأمريكي بالبحرين والذي ساهم بشكل ملحوظ عبر العقود في حماية خضوط الملاحة في حماية مياه الخليج العربي وما تجديد هذه الثقة في مملكة البحرين وفي هذه الشركة الاستراتيجية إلا تعزيز لهذه المكانة المتقدمة ولثقة الإدارة الأمريكية الحالية بما تتميز به مملكة البحرين من مكانة خاصة في هذا المجال الاستراتيجي بالإضافة إلى دعم نجاحات المشروع الإصلاحي الشام لجاة الملك المفدى الذي استطاع أن يرسخ دولة المؤسسات والقانون وأن يعزز التنمية المستدامة والحريات العامة في البحرين إذن هناك تعاون مشترك ممتد ذكرت تاريخيا العلاقات البحرينية والأمريكية على طول الأمد ولكن هل لك أن تشير لنا إلى فكرة مكافحة الإرهاب ما بيننا وبين أمريكا كدولة عظمى في المنطقة خصوصا مع هذا التوقيت الزيارة كما تفضلت وجاءت في توقيت حساس للمنطقة وللعالم العربي ككل أن التطرف والإرهاب والتدخل في شؤون الداخلية ليست قضية يمكن المساومة معها والتسويف ولذلك وجدنا هذا الإصرار من الإدارة الأمريكية ومثلة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعزمه في مكافحة محاربة الإرهاب مع الدول المنطقة التي أثبتت عبر السنين شاركتها الموثوقة في محاربة الإرهاب مملكة البحرين شريك موثوق يعتمد عليه حقيقي في هذه الحرب البحرين عانت الكثير دول المنطقة أيضا من خلال وجود إيران تحديدا كعنصر موتر للشرق الأوسط والعالم من خلال دعمها للإرهاب ولكن أيضا من خلال دعمها لمليشيات مسلحة في عدد من دول المنطقة التي تستمر في تقويض الأمن والاستغرار في تلك الدول نهيك عن استمرار إيران في تطوير قدراتها الصاروخية حتى بعد التوقيع للتفاق النووي مع إيران لم نشهد أي تغير في هذا التصرف بل زاد ومع هذا هناك التزام وهناك إصرار من قبل مملكة البحرين والدول الداعية لمحاربة الإرهاب وتحظى بدعم من دول حليفة كل ولاية المتحدة الأمريكية في دعم استغرار المنطقة طيب دكتور اسمح لي أن أسألك هذا السؤال كدبلوماسي رفيع المستوى كيف ترى توجه الإدارة الأمريكية نحو إيران خصوصا في سياستها الجديدة التي تبنىها الرئيس دونالد ترامب وجدنا موقف حازم منذ بداية تولي رئيس الأمريكي ترامب في مواجهة الإرهاب والتطرف ومواجهة الدول الداعية أو الراعية للإرهاب ومنها إيران ومنها قطر صرح الرئيس الأمريكي صراحة بأن قطر دولة دعم للإرهاب وكان ذلك جليا في تصريحات كانت له ولقيادات عديدة من الإدارة الأمريكية وبالتالي في استمرار الإدارة الأمريكية في عملها مع شركاءها الاستراتيجيين في المنطقة لموحاربة الإرهاب أعتقد بأنه سيؤتي ثماره بإذن الله تعالى أستاذ نادري حدثني عن المشاريع التي تم فتحها داخل مملكة البحرين من قبل الأسواق الأمريكية البضائع الأمريكية بدأت تتواجد بكثرة داخل مملكة البحرين هل تعطينا نبذة عن ذلك؟ أنه بدون شك أن وجود تباقية التجارة الحرة أوجد المنصة المناسبة للقطاع التجاري للاستثمار للدخول إلى السوق الأمريكية مع فيهم من الضرائب وبناء على خلال السنوات التي مضت العديد من الشركات الأمريكية ذات الجنسية الأمريكية أوجدت موطق قدم لها في البحرين وذلك من خلال إنشاء مصانع لها في منطقة البحرين الاستثمار منطقة البحرين العالمية للاستثمار التي هي منطقة سلمان الصناعية مثل شركة موندليز التي هي معروفة بكرافت ابتدت في عام 2006 الآن هناك مشروع قرب على انتهاء لتوسعة المصنع في زاد الاستثمار من 30 مليون في مراحل الأولى إلى حوالي 70 مليون وصل المشروع كامل هناك شركة وست بوينت التي تتعامل مع السوق الأمريكي بشكل عام فأوجدت منصة لها لانطلاق عمالها من البحرين وهناك الكثير من المصانع هناك شركة أمازون التي أوجدت موطق قدم لها في البحرين لممارسة عمالها للمنطقة يعني السوق البحرينية سوق واعدة هناك هي على مقربة من سوق كبير سوق الخليجي بشكل عام ولذلك تواجد الشركات الأمريكية في البحرين جزء مناسب تواجد الشركات التي تستهدف السوق الأمريكية كذلك مناسب لها التواجد في البحرين نتيجة وجود تبقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية هل كانت تحدثني سيد نادر عن ميزان التبادل التجاري ما بين مملكة البحرين وبين الولايات المتحدة الأمريكية ميزان التبادل التجاري التجاري البينية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017 بلق 1.4 مليار دولار طبيعي الصادرات البحرينية الأهم في هذه أنها زادت بنسبة كبيرة في عام 2016 مثل ما ذكرت قبل وصلت إلى 850 مليون دولار في حين كانت مع بداية انطلاقة ومع بداية تفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت 250 مليون فهي زيادة كبيرة جدا هل هناك أفق لزيادة هذا النمو والإطراض في ميزان التبادل التجاري بعد هذه الزيارة بإذن الله يعني بدون شك أن هذه الزيارة دعوة صريحة من صاحب السمو إلى القطاع التجاري الاستفادة من توافر الحوافز المناسبة في البحرين للدفع بالقطاع الصناعي القطاع التجاري القطاعات الاقتصادية بشكل عام نعم طيب شيخ الدكتور يعني حقيقة يعني سمو الأمير هو ممثل لمملكة البحرين في هذه الزيارة يعني فهي تعتبر زيارة من نوع خاص لما ذكرته فيما سبق من شخص سمو الأمير في أن يكون هو ممثل مملكة البحرين ولكن ماذا عن البحرين كدولة وهي متحدثة الآن يعني باللسان المنطقة عن الأوضاع الجارية في المنطقة وجود سمو العهد في الولايات المتحدة من خلاله وجدنا هناك اهتمام وتطلع من مركز صناعة القرار في الولايات المتحدة والاستماع لسموه لثقتهم الكبيرة في اطلاعه الواسع في رؤيته السديدة في تطوره المنطقة وخاصة في مواجهة الفكر المتطرف وقد استمعنا جمع ملاحظات سموه في العديد من المنصات سواء من خلال حوار المنامة أو غيرها وجود البحرين كشريك معهم في المنطقة يكمن في أهميته بوجود البحرين كبلد عربي بلد إسلامي يحظى بإحترام قادة دول المنطقة والعالم بفضل قيادة صاحب الجلالة على البلاد المفدى استطاعت مملكة البحرين أن تكون نموذجاً للانفتاح والاعتدال والوسطية واحترام الحريات الدينية وهذا نموذج فريداً من نوعه في وقت نعيش في هذه المنطقة في حين نجد هناك اضطهاد الحريات الدينية نجد هناك تطرف نجد هناك حضنات إرهابية في عدل من البؤر الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط مملكة البحرين بسياستها الخارجية المعتدلة والمتزنة استطاعنا في وزاة خارجية بقيارة مع الوزاة خارجية الشخال بن أحمد الخريفة الذي دائماً يوجهنا على هذا النهج الذي ينبع من رؤية جلالة الملك المفدى البحرين صحيح أنها صغيرة في مساحتها وفي إمكانياتها ومعوردها ولكن ما نمتلكه من ثورة بشرية ما نملكه من رؤية واسعة من غيادتنا الرشيدة سواء كانت نجاد الملك المفدى من سموه رئيس وزراء وسموه ولي العهد أيضاً يتمثل ذلك في قيامنا نحن كتنفيذيين في الحكومة بترجمة هذه الرؤى على أرض الواقع وأن نسعى غير المستطاع أن نعمل ونسعى جاهداً مع شراء كانت حول العالم وتحديداً في وليات المتحدة الأمريكية على الارتقاء وما هذه الزيارة التي تفضل بها صاحب السموه الملكي وللعهد إلى وليات المتحدة إلا دفعه لالارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البحرين والولايات المتحدة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب طيب سعد الدكتور يعني على هامش هذا الملتقاء وعلى هامش هذه الزيارة هل هناك المؤتمرات أو اجتماعات إضافية تقام على هامش هذه الزيارة حقيقة أضيفت على جدول الأعمال نود أن نعلم هل هناك يعني التوسع وتمدد حقيقي بين العلاقات بين الإدارة الأمريكية ومملكة البحرين إذا ما نظرنا إلى هذه الزيارة سنجد بأنها زيارة شاملة قطة جبع الأركان الأساسية ابتداء من العمود الفغري الولايات المتحدة البيت الأبيض باللقاءة بالرئيس الأمريكي ونائب الرئيس الأمريكي بلقاءاته بأبرز الوزراء في الإدارة الأمريكية ووزير الخارجي ووزير الدفاع بحرصه على تطوير الجانب الاقتصادي من خلال فعالية خاصة تغيمها قرفة التجارة الأمريكية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية والتوقيع على عدد من التفاقيات الدفاعية والاقتصادية ولم ينسى زيارة والالتقاء بابناءها الطلبة للولايات المتحدة وتتويج هذه الزيارة تكمن في التوقيع على التفاقيات نجد أيضا بوجود وحرصه على الالتقاء بسلطة تشريعية برئيس مجلس النواب بعدد من عضاء الكونيروس الأمريكي المؤثرين وبالتالي فتعبد هذه الزيارة زيارة شاملة قطة من خلالها سموه أهم أعمدة مراكز صناعة القرار في الولايات المتحدة وفي تقديري بأن هذا التحول نبع من خلال التجديد القوي الذي حصل خلال اللقاء صاحب الجلالة عهل البلاد المفدى بفخامة الرئيس بمينة الرياض في مايو السابق خلال مشاركته جلالته في القمة الإسلامية العربية الأمريكية وغلست معنا تعليقات صاحب الجلالة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والترحيب من جانب الرئيس الأمريكي الذي وضح بأن العلاقات بين البلدين لن تشهد توترا بعد الآن وستشهد نموا قويا بإذن الله سيد نادري ذكرت بعض المشاريع التي ستفتح الأبواب لها في مملكة البحرين بالنسبة للبضائع الأمريكية هل لنا أن نتوقع في القريب العاجل أن تقوم مملكة البحرين أيضا بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأمريكية؟ يعني طبيعي هناك العديد من المنتجات البحرينية تصدر حاليا ومنها بالأخص الألمنيوم ومشتقاته موارد مثل البتورو كيميكالز موارد مثل الإثليين وما إلى ذلك فيعني هناك العديد من المنتجات تصدر للولايات المتحدة الأمريكية وهناك مجال كبير لتصدير أقلب المنتجات البحرينية كلها للسوق الأمريكية لأن السوق الأمريكي سوق كبير سوق السهلاكي كبير وكذلك مع توقيع التفاقية مع المؤسسات الصقيرة ومتوسطة في وزارة التجارة الأمريكية ستعطي القدرة للمؤسسات الصقيرة لدخول والولوجة للسوق الأمريكية كذلك هل هناك من قبل الوزارة خطة موضوعة لجذب رؤوس المال الأمريكية نحو البحرين أكثر؟ نعم هناك خطة تشترك فيها أكثر من جهة في واقع الأمر مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة وجميع الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي لجذب الاستثمارات وذلك من خلال زيارات مستمرة إلى الشركات الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية وليشرح الفرص الاستثمارية الموجودة في مملكة البحرين طيب يعني بالذكرة خصوصا يعني لحظت أن هناك الكثير من الترحيف خصوصا بشركة أمازون هل لك أنت تذكر لنا عدد من الشركات التي يعني يستقر بهالمقام أخيرا داخل مملكة البحرين كممثل عن الريجن العربي أو تقطاع العربي ككل؟ يعني يمكن واحدة من أهم الشركات التي تواجدت في خلال السنوات التي فاتت كانت الشركة موندليز نعم التي كانت كرافت في بقلام وهي واحدة من الشركات الأملاقة في مجال الصناعة القذائية تطورت الشركة المصنع الجديد الذي خلال فترة قريبة سيفتتح يعني في استثمار كبير من الجانب الأمريكي فيها من الشركة الأمريكية نفسها نعم هناك شركة وست بوينت التي تعني بالصنع النسيج نعم والسوق الأساسية لها هو السوق الأمريكية وتأتي اتفاقية تجارة الحرة لتساعد هذه الشركة على الاستمرار بل والتطور أكثر وأكثر نعم مستأكيد طيب سعدت الشيخي قبل أن أختم هذه الحلقة حقيقة بعد هذه الزيارة وبإذن الله نجاح هذه الزيارة هل هناك خطة موضوعة من قبل وزارة الخارجية لتمية العلاقات بشكل مفتوح أكثر وبعمق أكثر مع الإدارة الأمريكية بلا شك بعد أي زيارة للقيادة الرشيدة لأي بلد يبقى دورنا نحن في وزارة الخارجية لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات والتنسيق مع زملائنا في الحكومة مملكة البحرين كانت وستبقى شريك حقيقي وموثوق به للولايات المتحدة الأمريكية والعلاقات تسير إلى الأمام علاقات قامة على المصالح المشتركة سياسة خارجية تنتهجها مملكة البحرين قوامها الاعتدال الفاعلية والاحترام المتبادل وما زيارة سمو ولي العحد إلى الولايات المتحدة التعزيز لهذه الشراكة الاستراتيجية الممتدة عبر العقود التي تعود إلى ألف وثمانية وثلاثة وتسعين والارتقى بها إلى أفاق أرحب بإذن الله تعالى سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية شيخ الدكتور عبدالله بن أحمد الخليفة وكذلك سعادة وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة السيد نادر المؤيد شكرا جزيلا لحضوركم معي في الستيديو وفي نهاية هذه الحلقة نشكر لكم متابعتكم نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى لقاؤنا يتجدد إلى ذلك الحين دمتم برعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة